يا مساء الفل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأخباركو ايه يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة النهاردة جهاز جديد يمكن حتى لحظة تصوير الفيديو هي أول مراجعة عربية لهذا الموبايل وتوقع ده الفترة اللي جاية كتير فيه كم حاجة كده يعني هتلاقوها جمدة بس عشان تشوف الحاجات دي تنزل دوس لايك سبسكرايب اعمل اي شغل كده سيب كومنت سخن الدنيا يلا بنا اشتركوا في القناة شركة ريلمي كانت منقطعة عن السوق بقالها فترة كبيرة جدا لم تأتي بجديد وفجأة نزلت سلسلة جي تي اللي مجادش مصر والمرة دي في سلسلة جي تي هنشوف أجهزة من الجي تي في مصر عايزين في أول الفيديو نفرق بين حاجتين هنفرق بين ريلمي جي تي ماستر وريلمي جي تي اكسيكلورر ماستر الاتنين جهازين في الفئة الاقتصادية العليا او الفئة المتوسطة العليا يعني الجهازة مش شقيصة قوي ولكن تعتبر فلاكشيب كيلر والجهازين يعني الاختلافات اللي فيهم شوية حاجات أهمها المعالج اللي بيكون في الاكسيبلورر سناب دراجون 870 ولكن بيكون في النسخة الماستر العادية سناب دراجون سبعمية تمانية وسبعين الـ 870 ده معالج شوفناه في حاجات كتير ويعتبر معالج أقوى من الـ 865 يعتبر معالج الجرافيك بتاعه عالي معالج ألعاب معالج فلاكشيب بالنسبة بقى للموبايل ريلمي جي تي ماستر اللي نازل مصر هينزل إمتى وموعيد نزوله لسه قدامه شهر ونصة الشهرين تقريبا ومعلوماتي إن سعره هيكون في حدود الـ 9000 أو 8500 جنيه ده معلومات كده أعتقد بنسبة كبيرة هتكون صحة بعد بس ما وضحنا النوع دي نتكلم بقى عن الموبايل بتاعنا أول حاجة هتشد عينك هي التصميم التصميم ده هم عملوه مخصوص مستوحى من فكرة شنطة السفر عملوه من الفكرة دي كعودة ليهم للسفريات وخلاص وإن الكورونا هم شايفين نها تمام فعودة ليه الحياة وإنك تستخدم موبايلك وتبدأ تتعامل به كمان حطين على النسخة دي هو نوع من أنواع الجلد الصناعي ولكن شكله حلو جدا وعملين لون مختلف يعتبر وهم مميزين به وحطين كمان توقيع الشخص اللي عمل التصميم يعني ريلمي شايفة إن التصميم ده يعتبر نقلة ليها ومن أفضل التصميمات اللي هي عملتها الموبايل حتلاقيه مستوحى شوية من الأبل فايند إكس سيري نيو اللي هو منزلش غير في أوروبا ونفس الشكل تقريبا وإيه أنا جربت الجهاز ده ووالله يعامله فيديو بس ما كانش فيه وقت يا الفريم هنا من الألمنيوم المط الصريح بتاع زماني يعني اللي هو الألمنيوم اللي بينطق ويقول لك أنا ألمنيوم شكله واضح جدا تصميم الظهر شكله شيك جدا ملمسه حلو ملمس جلدي كده الكاميرا ما فيهاش بروز عالي وواخدة درجة من درجات اللوم بتاع الظهر وفيه تضليعات ستراب كده خطوط خط بارز وخط نازل لتاحت كتصميم بصراحة شكل التصميم تصميم تليفون فلاكشيب غالي بصراحة التصميم الخلفي للتليفون ياخد أسكر تصميم محترم حطين الثلاث كاميرات جوه المربع الاثنين فلاش وتحت حطين العدسات اللي بتثبط الرؤية الليلية أو التصبيط في التصوير الليلي الشاشة هنا شاشة 6.55 من نوع سوبر أملد 120 هرتز رفريش ريت HDR 10 بلس 1100 نتس بيك تايم أو أقصى شمع إضاءة بيوصله هنا 1100 نتس 1100 نتس ده رقم فلاكشيب الفلاكشيب بات بتوصل 1300-1500 وفيه فلاكشيب بات بتبقى أقل من 1100 بعيدا عن الأرقام حنلاقي بصراحة إن الشاشة حلوة جدا إضاءة الشاشة قوية جدا نقية نوع الشاشة الأبيض والإسود فيها واضح جدا البيزل داخل جوه حروف الموبايل حتى في الجنب كده حتلاقي بيزل يمين وشمال قبل الفريم مباشرة لكن حجمه مش كبير وشكله مش هيدايقك كمان عندك الكاميرا الأمامية هي جاية بانش هول بحجم صغير مش باين قوي جوه الشاشة حجمها أصغر من حاجات كتير قوي سواء من ريلمي أو من شركات تانية الماستر سين هنا في الموبايل أحدهم أو أهم الحاجات اللي موجودة في الموبايل هنا هي التصميم من أهم الحاجات لأن بصراحة التصميم جيه فيه شكل إبداعي يعني ما شفناش من وان بلاس إنها عملت شكل إبداعي أكتر منها حطت الكاميرتين جوا دايرة وخلت الموبايل زي ما هو ما شفناش ده من شركات كتير وخصوصا إن الجهاز هنا في فئة 9000-9500 جنيه النسخة اللي هي اللي هتنزل مصر اللي هي الماستر يعني يعتبر جهاز شيك وما يديش إحاق لسعره خالص البيكسلات هنا همه 402 بيكسل فيه البوصة الواحدة وطبقة الحماية هي كورنين جوريلا جلاس 5 الموبايل بينزل من الكارتونة بأندرويد 11 واجهة ريلمي ايو اي 2.0 المعالج زي ما قلنا هو معالج كوالكم سناب درجون 870 معالج حيديك أفضل أداء ممكن تاخده في الألعاب بعيدا عن المعالجات اللي هي الفلاكشب قوي بقى واللي معدية 12 و15 ألف جنيه معالج حيديك أداء كويس ما بيسخنشي ما بيعملش لاج ما فيش فيه أي مشكلة من مشاكل المعالجات اللي قد ظهرت في الآخر معالج من الآخر موبايل بيجي بنسختين نسخة 8 مع 128 ونسخة 12 256 زي اللي معاية هنا دي ترجع لك لأنه هو ما بياخدش كارت زاكرة ما بتقدرش تركب غير الشرحتين الأسسين في الموبايل فحتشوف انت احتياجك عامل ازاي في الزاكرة نيجي بقى لنقطة قوة عبقرية في الموبايل وهي الكاميرات الموبايل فيه 3 كاميرات خلفية كاميرا رئيسية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.9 والكاميرا التانية 16 ميجا بيكسل ألترا وايد 123 درجة والكاميرا التالتة 2 ميجا بيكسل خاصة بالماكرو والموبايل بيصور 4K 60 فريم في الثانية وفيه مسبت إلكتروني في التصوير أو Electronic Image Stabilization كاميرا السيلفي 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.5 وبتصور Full HD 30 فريم في الثانية بصراحة التصوير في الموبايل هو اللي كان الإبهار الجامد بالنسبالي في ريلمي دايما بتعمل حدة في التصوير بشكل ما يحسسكش أن الصورة طبيعية يعني ده كان بيدايقني منهم إنما المرة دي كل حاجة بتصورها شايفها بعينك وممكن يكون عليها نسبة تعديل مش كبيرة جدا الحاجة التانية الزوم هنا التفاصيله بقت أوضح وزي ما انتوا شايفين من الألترا وايد للزوم بتقدر تشوف تفاصيل وفرقات كتير جدا لما بيجي يصور الأشخاص بيقدر يطلع التفاصيل بتاعة الخلفية بيقدر يعمل معالجة كويسة قوي للديناميك رينج فبيقدر يطلع تفاصيل الصورة في الخلفية وتفاصيل الشخص اللي واقف يتصور كمان حتة إنك تصور أي حاجة من القريب الماكرو الماكرو كان في الموبايلات المتوسطة أنا بعتبره يعني ينازل كده حاجة محبة إنما أول مرة أشوفه بيدي تفاصيل ويعرف يعزل كويس ما بين الشيء الصغير اللي بيصوره وما بين اللي وراه بالإضافة للبورتري اللي بيشتغل تلقائي لما بتصور حاجة قريبة بيشتغل بشكل كويس وكاميرا السيلفي هنا برضو بتديك أداء كويس وبتعالج الديناميك رينج بصراحة هم وصلوا لحاجة كويسة في العدسات وده شيء أنا أحترمه ده بنتكلم عليه في التصوير بالنهار أما تصوير بالليل الصور برضو فيها شكل كويس قوي برضو قادر يتعامل مع الأماكن الضلمة والأماكن اللي فيها ضاقة الزوم ما بيبقاش بنفس درجة القوة في الصور الليلية ولكن أداءه اتقدم كتير جدا عن أداء أجهزة ريلمي مجملا فهنا نقدر نقول لريلمي حمدالله على السلامة ابتديته تعمله كاميرات منافسة الصوت هنا استيريو زي أي فلاكشب مش صوت فكرة سماعة محطوطة فوق وخلاص بتكرر الصوت أو تعمل تكبير للصوت الصوت هنا مخرج الصوت كويس والصوت واضح ونقيه بتحس فيه بنقاء زيادة وانت مسك الموبايل بتحس البيز كويس كمان الهبتك فيت باك في الفيبريشن عالمي نفس اللي ممكن تاخده من أجهزة بأكتر من تمن الموبايل ده أو ضعف تمن الموبايل بالإضافة لأن هم هنا زودوا كمان الدولبي أتموس علشان الصوتيات في الفيديو أو في الميوزيك تاخد أفضل درجة أو أفضل تجربة صوتية مش هتكلم على أداء الشبكات وأداء المستشعرات لأن ريلمي احنا عارفين أن هم شاطرين أو مجموعة بي بي كي شاطرين في حتة المستشعرات والشبكات أداء الموبايل في الشبكات معقول وكويس جدا وأداء المستشعرات بروكسامتي أو أي مستشعر هتلاقي أداء يبهرك البصمة هنا بصمة أسفل الشاشة بصمة أبتكال بتقدر تشوف التفاصيل كويس وبتقدر تتعامل معها بتفتح في وقت قليل جدا والأنيميشن الخفيف مساعدها فبصراحة هنا البصمة برضو ما فيهاش مشكلة هنيجي للنقطة الأقوى وهي البطارية بطارية 4500 ميلي أمبير زي ما بنسمع في معظم الموبايلات مع شحن سريع 65 واط ودي حاجة مش جديدة على ريلمي يعني موبايل بيشحن معاك من 32 إلى 35 دقيقة من 0% وده خلاص بقى حاجة معتادة وما بقتش حاجة متطورة قوي اللي قدر أقوله في تقييمي للموبايل ده قبل ما نقول أسعاره الموبايل ده يعتبر أنت بتشتري 30% شكل حلو شكل مبهر ملفد اللي حيشوفك ماسك الموبايل وتقدر تقول 45% أو 50% أداء قوي من أفضل الأداءات اللي هتاخدها في الفئة دي وتقدر تعتبر الباقي اللي هو تعريبا 20% بتوفر سعر عن أجهزة أعلى منه المعالج هنا ممكن ما يلاقيش استحسان بعض الناس لأنه هو منزلش تحت مسمى معالج فلاكشن لا أحب أضيف لك أن 870 من سناب دراجون يعتبر معالج من المعالجات اللي تقدر تسميه معالج فلاكشن معالج على أنتوتو اللي أنا ما بقتناش فيه بيجيب أعلى من 865 معالج أداء الفعلي كويس والجهاز ما لقيتش فيه سخونية زي اللي شفتها في ريلمي جي تي أول ما نزل كان بيسخن جدا وكان الناس كتير اتكلمت على الموضوع ده هنا الموضوع مختلف تماما سعر الموبايل هنا في النسختين في نسخة تقريبا بتعمل حوالي 8000 جنيه من الصين أو من مكان شراها اللي هو ما يوازي بنتكلم فيه 500 دولار تقريبا 480 دولار ونسخة تانية بتعمل 9500 جنيه يعني بنتكلم في 580 دولار ده النسخة الـ 12256 يعني ممكن لحد ما توصلك مصر تبقى في حدود 9.5 10 10.5 على حسب الجمارك والوضع إيه فيه تقييم سعر الجهاز من قبل الجمارك الموبايل أنا بقول لك موبايل محترم جدا موبايل قوي جدا هتاخد كاميرات هتاخد أداء هتاخد شكل هتاخد شحن هتاخد كل حاجة تقريبا طب إيه اللي ما عجبنيش في الموبايل كنت بس أتمنى إن هم يعملوا أي تطوير جديد في التكنولوجيا يعني يعملوا Optical Zoom يعملوا حاجة زيادة تخلي الموبايل فيه نقلة هو هنا بيحط أفضل components حط إيه في البيع لكن أنا كنت عاوزه يبقى بيستخدم اللي هو أفضل أرقام وأفضل حاجاته خلاص مع إن التجربة كويسة بس يحاول يطور ويعمل تكنولوجيات يا طرح هنشوف ده من ريلمي قريب حيبان باشكرك يا ربا ما كنتش طولت عليكو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وشك في فيديوهات جاية قريب جديدة فيها حاجات ما تعملتش قبل كده سلام